محمود لو هسألك على التشكيل هل تتوقع إجراءة تغييرات على شكل الفريق والتشكيل في مواتش الزمالك؟ أعتقد طبعاً بس الأهم أنه لازم الأهلي يلعب المواتش ده ب12 ومش 11 بمعنى؟ الجمهور أنا فأعتقد أن الجمهور لعب رقم 1 ومش رقم 12 ده حقيقة واقع تذكر الأهلي أو شاكت عن النفاذ أعتقد أن مدرج المخصص لجمهور الأهلي يكون ممتلع عن آخر وده يكون عامل مهم جداً جداً في المواتش ده صحيح الزمالك لوجه مهور ولا لوجه مهور لكن قود مهور الأهلي في التأثير يفرق أعتقد أنه يكون لها عامل كبير جداً ده رقم 1 في التشكيل أه رقم 1 في التشكيل أما بقى التشكيل كلعبين بها أعتقد أن الشنوة هيكون في حصة المرمى وقدامه ربيع يواسر في الزلة طبعاً ابتعاد أشرف داري بنسبة كبيرة ويحي أعطوط الله في الجانب الأيسر وأعتقد أنه أقرم توفيق لابد أن يبدأ في الجانب الأيمن وفي وسط الملعب يتم تعويضه بكوكا بجانب مروان عطية إمام عشور في الأطراف الشحات وتاو وطاهر ليه طاهر؟ لأنه وساموة بعله طبعاً لسه في كلام على فكرة الحاكم الممبرة أنا شايفه تشكيل مناسب بصراحة شعارب بقى كلها رأي سمعك أو لا على حسب بقى الزملاء هناك لكن أعتقد ده الأقرب طيب هاي سألك سؤال لأ علاقة بمطش العين لا تأثير على مطش العين الأماراتي ولا لا؟ بلا شك مطش العين الثلاثة الجاي زي النهاردة بلا شك مطش زي ده قدام الزمالك في نهاية الصوبر المصري في بطولة بطلق هذا الاهتمام وكمان فيها كورة أو فنيات أو ضغط عصبي وضغط نفسي وضغط فن كمان خلي بالك أكيد ما بين كلر وجميز وما إلى ذلك أعطاك كل ده هيخلي في الآخر فيه تأثير على مطش العين فوزي الأهل بالصوبر المصري بمشيئة الله معناه معناه الدخول مطش العين بمعنوات مرتفعة معنوات مختلفة استعداد من نوع خاص جدا تقدر إن شاء الله أستاذ القاهرة في حضور جماهير غفير أنت تتخطى عقبة فريق مهم جدا عنده أعراسل مهمة ودأثير مهم زي الأماراتي متأخد أنه لا مرتبطي ببعض أيوة مرتبطي ببعض هو عموما كما أنت ذاكي المباراة العين يمكن أن تطرح حتى بالأمس من خلال موقع تسكرتي بأسة العين أخذ بالكو برضو العدد المسموح لها بالحضور الجماهيري حوالي 2500 تسكرة وفد الاتحاد الدولة يوصل يوم 25 ليه برضو حوالي 200-300 تسكرة في الإطار ده فإن شاء الله بإذن الله نشوف أكتر من 60 ألف في استاذ القاهرة لمؤازرة الأهل